الساعة الأشهر في العالم ساعة بيك بين أنا أحمد صبري وده برنامج الشهباندر تعتبر ساعة بيك بين من أهم المعالم اللي بيحرس السياح على زيارتها في لندن وهي من أهم معالم بريطانيا كلها ووحدة من أبرز المعالم السياحية في العالم والحلقة النهاردة عن معلومات غريبة جدا عن الساعة الأشهر في العالم أول حاجة الساعة بنت في ثلاث سنوات من 1856 وافتتحت رسميا في 1859 بتكلفة 222 ألف دولار بأسعار النهاردة وافتكر الرقم ده كويس علشان هنحتاجه بعدين ثانيا اسم بيك بين ده يرجع إلى اختصار اسم بنجامين هول في الفترة اللي تبنت فيها الساعة وأشرف على بنائها بنفسه ثالثا وزن الساعة حوالي 12.5 طن أما أكبر الأجراز فوزنه لوحده 13 طن وطول برج الساعة 96 متر رابعا تعتبر الساعة من أشهر وأدق أجهزة قياس التوقيت في العالم إلى وقتنا هذا خامسا الساعة اسمها بيك بين آه لكن البرج اللي شار الساعة اسمه طبعا على اسم الملكة إليزبس دي مسك الحكم بقالها 69 سنة حقها سادسا تحتاج الساعة لإصلاحات واستبدال الأجهاز الميكانيكية اللي فيها بأجزاء جديدة زيها زي أي حاجة في الدنيا بس ازاي للإنجليز بيعتبروا الساعة ومكوناتها جزء من التراث التاريخي لبريطانيا وبيحاولوا دايما يصلحوها بأقل نسبة استبدال لأجزاءها سابعا توقف جرز الساعة عن الدق أغسطس 2017 لأن ده الوقت اللي بدأت فيه حمل الترميم كبير جدا ومكلفة جدا للساعة هتكلفهم كام؟ هتكلفهم 82 مليون دولار فاكر هي تبنت بكم؟ 222 ألف وبس المهم إنها هتاخد أربع سنين كاملة من الشغل في الساعة؟ سامنا عندهم طريقة غريبة ومدهشة بيثبوتوا بيها حركة الساعة لو حصل تأخير أو تقديم ربع ثانية الحركة هي إنهم بيحطوا عملة معدنية وهي إرش إنجليزي عملة وزنها جرامات بتتحطى على البندول تثبت حركة ساعة وزنها أطنان سبحانك يا رب أما تاسعا وأخيرا فالساعة لم تتأخر في تاريخها إلا مرة في سنة 1945 عالفين ليه؟ لما وقف عدد من طيور الزرزور على عقرب الدقايق فمنعوا من التحرك لمدة خمس دقايق كاملة مسائل فل موسيقى موسيقى موسيقى